طودي ويئة شوكولات يعني من هنا من هنا يعني نجر كذا يعني نبي نوصل الم удар مليون سبسكرايبر قبل نهاية السنة يعني ممكن كذا هاشتاق, نفعل يعني ممكن أنتم شطارتكم فلنبدأ الحلقة الشقليطة الاولى لهذا اليوم بانتب، بانتب أسوق انتي insan انتي الحنان من طلب هذا اول شي عندنا لليوم هذا هو طبعا من شركة هرشي كريمي ملت شوكليت ألمون انتوفي ألموند اللي هو اللوز في اشياء كثيرة فنجرب احنا ونشوف دمعة دمعة يا رجل يعني يا الله خطع ما يا رجل خرافي ظهر بنسوي فيهم حلقة عن قوارير الموية التشاكلة الثانية لهذا اليوم ريسز الشركة اللي تبيع بينات بارر بشكل مطبيعي وانا انسان اكره البينات بارر بس راح اجرب لاني احبكم وانتو تحبوا البينات بارر فما عدريش دخل ولا عدري انا اش قاعد اقول هذا هو موسيقى موسيقى داخلها في زبرة الفور السوداني او البينات بارر موسيقى 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 بعد واحدة من الضغل بعد واحدة موسيقى 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 ماعني اكره البينات بارر ولكن هذا اعطى نكهة خواراثية للبينات بارر الشغليطة الثالثة لهذا اليوم ميلك دودز ما ادري بس شكله نفس شكل الحليب القديم يعني ما ادري حتى ناسي بشي اسبه مييد ويد شوكلة انج كارمل توفي وشوكلة انا صراحة هذا ما كنت نوع يشتري ولكن شكل العلبة جدا جدا مغري يعني بشكل مو طبيعي فشريتها عشان شكل العلبة بس يقولون طيب ما اللي يقول اصلا والله العظيم ما ادري اللي بفتح يعني كذا نفس الحليب والله فتح نفس الحليب مره قاسي طيب مره طيب والله مره طيب بس مشكلته يعني قويسي شوي لكن كويس يعني افضل شي فيه صراحة شكل العلبة نكهة الرابعة لهذا اليوم الزبيب مغطى بالشوكولاتة المفروض انه صحي بس نشوف ان الكالوريز اللي فيه سيبر سيرفنج اكثر من الثلاثة لو لاك بجموعين مع بعض يقولون طيب صراحة نصيحة احد الاخوان ريحة اوو لا لا ريحة مره مخوش صراحة اوو اوو اوكي دررد دررد رغم انه فيه شوكولات ولكن لسه يبانت طعم الزبيب فيه بشكل كويس حلو وفي نفس الوقت مفروض انه صحي بتات شركة نستلا طبعا انصحكم فيه نكهة الخامسة لليوم شوكولات اليوم كله شقاليط شقاليط على بطمة كلوم دايك شوكولاتي طج زبدا له يعني شي هذا بتصدقوا انه فيه ملح طعم فيه ملوحة نايس لكن ولكن مشكلة انه ثقيل يعني هذا تاخذ مننا واحدة وتقفل خلاص ما 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 طبعا هذا بالسيرفينج وحاليا اكثر واحد في مئتين وعشرين كالوريز السيرفينج هو عبارة عن اربع حبات يعني الحب الوحدة راح يكون فيها خمسة وخمسين كالوريز سادس نكهاتنا لهذا اليوم انا حاولت ادور واحد يوقف سيدة كذا ما فيه كله يعني اصابعه لزوب داحت امتاج شركة نسلة ما دروش فين قاعد يقرر الكالوريز مئة وخمسين كالوريز مو ضيب حلو بس انا ما حبيته يعني فيه طعم طاغي على طعم الشاكلت وطاغي على طعم الكارمن اتوقعنا طعم الزبدة فلذلك انا ما حبيته نجي لاخر نكهة لهذا اليوم نكهتنا الاخيرة والسابعة لهذا اليوم الجميل هذا دوف اتوقع هي نفسها صراحة جالكسي الا ما يعرفش انو هذا فواكه مجففة مغطية بشاكلت بس هذا ميكس فواكه مجففة مع لوز هذا فيها فراولة مجفف داخل اتوقع واو 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 هذي مع بعض معطية نكهة عروسة الشاكلت رائع جدا 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 210 كالوريز هذي العلبة هي عبارة عن ثلاثة ونص سيرب ثلث الكيس اقل من ثلث الكيس والسيرب الواحد صراحة ما اشوف ان في كالوريز كثير نكهة حلوة في فواكه جدا انصح فيه هذا الي كان عندنا اليوم احبتي ادري ما لي خلق وما ادري ليش ولكن يعني حاولنا اصور حلقتين في الأسبوع اذا كان عندي وقت اصور اتمنى ان يكون المحتوى عجبكم واذا عجبتكم هذه الاشياء اكتبولي في كل وسائل التواصل الاجتماعي بالسناب شات بالانستجرام بالميسبايس بالفيسبوك مشاهلات اكثر عشان تصير الشركات اللي تنتج هذه الاشياء هي نفسها تسوي رعاية لنا وتصير هذه الشركات نفسها تعطينا اشياء عشان احنا نجربها تكون ان شاء الله من اول الناس اللي تشوف هذه الاشياء والمنتجات كان معاكم اخوكم متين بن عبدالله احسن واحد على هذه الطاولة بس هادة تشاكرة احسن مني وهذا وهذا زندة رابع احسن واحد على هذه الطاولة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام